المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل توافق على قانون يقر الحد الأدنى للأجور في البلاد والذي حدد بقيمة 850 يورو سابقة في تاريخ ألمانيا والقانون كان أحد شروط الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك في الائتلاف وهو يستثني بعض الفئات كالقصر والعاطلين عن العمل منذ أمد طويل كما تفسر وزيرة العمل أندريا نالس ما تقدمت به اليوم يعتبر حلا وسطا يمكن العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة بعبور الجسر إلى سوق العمل لذا القانون يستثني هذه الفئة وألمانيا كانت من بين الدول السبع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لا تملك قانون الحد الأدنى للأجور حد يختلف من بلد إلى آخر كما يتوقع أن يناقش المجلس الأدنى البندستاج في البرلمان القانون في حزيران يونيو المقبل قبل تبنيه في شهر تموز يوليو يذكر أن 10% من العملين في ألمانيا يتقادون أقل من ثمانية يورو ونصف في الساعة كما تصل هذه النسبة إلى 25% في الجزء الشرقي للبلاد ترجمة نانسي قنقر